نعم سالم بالأمس كانت انفراق كبيرة على الكثير من الأسر 29 معتقلا تم الإفراق عنهم من سيجن بير أحمد المثير للقدر خلال الأشهر الفائتة طبعا القوات التحالف والحزام الأمني بعد ضغوط كثيرة وضغوط إعلامية تم بنائه حديثا في بير أحمد هذا السيجن خلال الأشهر الأخيرة يتم السماح مرات معدودة في الشهر لزيارة الأهالي ومن هناك نقلت إلينا صورة هذا السيجن الذي يحتوي على المئات من المعتقلين بالأمس كان الإفراق ثمر لتوافق بين النيابة العامة وقوة التحالف هذا التوافق الذي تم خلال الأشهر كانت بوادره محاكمة ثلاثة من المتهمين بالعمليات الإرهابية اقتصار المحاكمة على ثلاثة اعترفوا بانتمائهم لهذه الجماعات الإرهابية تظل الكثير من الخطوات أمام النيابة والإقراءات التي تبعد هذا المشهد من قانبه السياسي إلى قانبه القانوني الإفراق عن 29 تعتبر بادرة طيبة لا قد ترحيبا لكن الكثير من الأسر ما زالت تنتظر بقية المعتقلين سواء الإفراق عنهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة نعم هل لمستم مؤشرات تدول في إمكانية الإفراج عن مجموعة أخرى من المعتقلين؟ القيادة القديدة للنيابة دائما ما تعد بحالة الأمور ولو أنها يشبه الكثير من الإشكاليات خصوصا إشكالية جهات الضبط والتباينات بين الأجهزة الأمنية واجهات التحقيق حاليا النيابة وبكوادرها المعروفين والقديمين لا يتوافقون مع الأجهزة الأمنية التي شكلت حديثا هذه الأجهزة من الصعوبة أن تتسق مع الأجهزة القضائية ومع النيابة العامة لأن التشكيلات الأمنية القديدة أتت بأجندات سياسية وهناك تباينات بين هذه الأجهزة الأمنية رغم رغبة الجميع بحالة هذا الوضع نعم آدم بالانتقال إلى ميناء المعلّة أيضا يشهد لليوم الثاني على التوالي يواصل فيه العمال فيها الإضراب احتجاجا على تجاوزات أمن الميناء هل من تفاصيل أكثر عن أسباب الإضراب والمطالب التي ينادون بها العمال هناك؟ سالم هذه صورة أخرى من الصور الإشكالية الأمنية لأن السبب الإضراب هو شكاوى عمال وصلت إلينا هذه الشكاوى تفيد بالمعاملة السيئة واعتداء أحد رجال الأمن على عامل ما أدى إلى تضامن بقية العمال والإضراب الإشكالية أيضا ممكن أخذها من وجهة نظر الطرف الآخر الأجهزة الأمنية التي تتولى حراسة الميناء عبرت عن أن الميناء كان خاضع لجماعات إرهابية بعد الحرب وهذه القوات الأمنية هي من حررت ميناء عدن من القوات الإرهابية وهي الآن تتولى حمايته وأن الوضع السياسي يتطلب حضور أمني نوعي وليست حضور حراسة المنشآت الرسميين لميناء عدن وهم كانوا موظفين في السابق أيضا هناك دعاوة بأن الكوادر القديمة هي تابعة للنظام السابق هذا ما يصلنا من الأجهزة الأمنية بحسب التواصل المعام يدافعون عن التواقد الأمني المكثف في الميناء بينما الجهات الملاحية تعبر عن قلة خبرة هذه الأجهزة الأمنية وعدم توافقها مع الأجهزة الإدارية للميناء والتعامل الملاحي بمختلف تعقيداته في ميناء كبير مثل ميناء عدن نعم عدن في سياق الاحتجاجات أيضا شهدت عدن احتجاجات للموظفين النازحين وأيضا لطلاب الأوائل هل من استجابة لمطالبهم من قبل الحكومة حتى الآن؟ آخر ما وصلنا تغريدة لرئيس الوزراء تفيد بأنهم لن ينسوا أوائل الجمهورية وأنه سيتم إفادهم إلى الخارج هذا الوعد يعتبر وعد إضافي إلى وعود سابقة وقرارات سابقة لم تلقى في وزارة التعليم العالي تنفيذا بالأمس كانت الوقفة الاحتجاجية لأوائل الطلاب وقد شكلنا الكثير من التفاصيل التي قد تكون خلافات بين وزير التعليم العالي وأحد الوكلاء هذا الخلاف أدى إلى عرقلة الاتفاق على المنح المقدمة والتعزيز المالي الذي أيضا يكون بين يدي وزارة المالية ووزارة المالية هي الأخرى تعرقل الكثير من الإقراءات مثل صرف رواتب النازحين وأيضا التعزيز المالي للمنح الدراسية وزارة المالية لها إشكالية خاصة وإشكاليات معقدة تؤثر على بقية الوزارات وموظفي كافة القطاعات منها وزارة التعليم العالي التي تتحمل مسؤولية المئات من الطلاب المبتعثين هؤلاء الطلاب سواء الذين في الخارج أو الذين لم يتم التعزيز المالي لهم إشكالية ما زالت مستمرة وتعرفون الشكاوى المستمرة والمعاناة التي يقاسيها الطلاب اليمنيون في كل مكان شكرا آدم الحسامي كنت معنا من عدن مراسلنا من هناك